الرشاوي اللي بيقدمها عصابة السيسي المسؤولين في أمريكا ما تغمد أو تغلق قضية إلا وتظهر قضية أخرى مراد الفضيحة قلب أمريكا لأنها بتخص رئيس لجنة العلاقات الخارجية بأمريكا النائب روبرت ميندز الذي تلقى رشاوة من السيسي وحكومته يجري الفيدراليون تحقيقا لمعرفة ما إذا كان السيناتور ميندنيز وزوجته قد حصلوا على هدايا تشمل شقة في العاصمة وسيارة مارسدس ومجوهرات من مالكي أو شركاء يريد المحققون معرفة ما إذا كان ميندنيز قد حصل على هدايا من مالكي أو شركاء في الشركة بنيوجيرسي قد فازت بعقد مريب مع الحكومة المصرية قالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان قد تم تقديم هدايا باهظة الثمن إلى السيناتور مقاطعة نيوجيرسي روبرت ميندنيز وزوجته بما في ذلك سيارة مارسدس بينز وشقة فخرة في العاصمة وأموال ومجوهرات يبحث المحققون حول معرفة ما إذا كانت الهدايا التي تقدر قيمتها بعشرات الألاف من الدولارات جاءت عبر مالك أو شركاء في شركة إيجي ووتر بولاية نيوجيرسي حيث فازت الشركة بعقد مباشر مثير للجدل لأداء شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية بص المشهد النيجس والله يا جماعة ما فيه لفظ يعني 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 يعبر جزئيا عن هذه الحكاية أخطر من نجاسة ولك شهادة تحصلت الشركة على عقد مباشر بالأمر المباشر مثير للجدل لأداء شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية يعني يبقى هو المسؤول عن تصدير حصريا الشركة دي عن تصدير اللحوم الحلال من أمريكا المصر على الرغم من شكوى مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية من عدم وجود خبرة سابقة لهذه الشركة في مجال اللحوم الحلال فرج على بقى القصة اللحمة دي ده واحد كده عارفين انتو الشركة بتاعت البيت اللي كانت تمسكة وزارة الهجرة مرات الوادي المميز اللي تمسك عشان مميز في أمريكا اللي قتل اتنين صحابه واللي قلتلك كان بيدور الشركة بتاعت غسيل أموال الجنرالات والبتاعه كده في أمريكا وعشان كده محمي اهو دي قصة برضو في نفس النجاسة اللحمة اللي بتستوردها مصر حلال من أمريكا اتخذت حصريا وعطيت بالأمر المباشر لشركة ملاش أي خبر كامل ياسيدي كامل ياسيدي يواجه السيراتور الذي كان مدان قبل خمس سنوات بتهم فساد تحقيق فيدرالي مرتبط بشركة تقع في نيوجيرسي حيث صدقت على تصدير اللحوم الحلال إلى مصر وفقا لتقرير صادر من نيويورك تاينز بيحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المعاملة التجارية لشركة آي سي اي جي حلال وهي شركة ناشئة في نيوجيرسي لم تكن لديها خبرة معروفة بمجال الحلال وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية طيب من هنا بدأت الأمريكان يشموا الريح في نوفمبر 2019 فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكاتب الشركة ومنزل رئيسها وائل حنة طبعا شيء طبيعي جدا يبقى مكتب أو الشركة الحصرية اللي واخدى تصدير الرحوم الحلال لمصر رئيسها الأستاذ وائل حنة وصدروا جهزة الكمبيوتر والهاتف المحمولة وحتى جواز سفره وتشير التسجيلات في المحكمة أن حنة فشل في تسجيل شركته كوكيل لحكومة أجنبية إلا أن محامي وائل حنة لورانس لوستبرج في دعاة المحكمة لشركته قالوا أنهم حصلوا على عقد شهادة حلال أبرامها مع مصر بشكل تشوبه شائبة دون مساعدة على الإطلاق من أي مسؤول حكومي أمريكي ولكي يتم اعتماد المنتج على أن حلال يجب أن يفي بمعايير المعالجة والتحضير الصارمة ولا يتضمن أي مكونات محضورة بموجب الشريعة الإسلامية بما في ذلك لحم الخنزير أو الكحول إلا أنه في أوراق المحكمة التي اطلعت عليها صحيف نيويورك تايمز أقرح أنه بأنه ليس لديه خبرة في إصدار شهادات الحلال عندما بدأ تشغيل الشركة في المهم 19 مع مصر مش مهم يا حنة مش مهم ومن إمتى كانت الخبرة ودراسات الجدوى والعلم مهم جدا في حاجاتنا مهم أنه ناس تكونوا ثقاء طبعا أنا ما عنديش خبرة لا ثقاء من ناحية تانية يا حنة وقال أن الحكومة المصرية هي التي جعلته المورد لضمان توافق المنتجات المصدرة مع الشريعة الإسلامية بما أنني مسيحي حنة بيعترف وده حاجة يعني ده حقه الكامل ولا تعيبه في شيء إطلاقا أن يكون مسيحي أو يهودي مصري عادي جدا كلنا أمام البلد وأمام قانون سواء لكن الرجل بيقر بيقولك بإني مسيحي فأنا ما عنديش خبرة في منع شهادات الحلال لذلك وفرت الحكومة المصرية أئمة وأطباء مدربين بيطريين لمساعدتي أنت عدكش خبرة مش مهم يا حنة سعالش حبيبي كده أمام طبطب عليه المسؤول الحكومي اللي جاء قالوا نسعالش يا حنة لأنني أعمل لك كل حاجة زينك ثقة كده نضمن حاجتين لحوم الحلال تبقى معاك يا حنة طب أنا مسيح يا ابني ما تفرقش التفاصيل دي مصر واحد مصر واحد ما فيهاش حاجة انسى الحكاية دي خلص وتاني حاجة نضمن نسبتنا أنت ندكش حاجة أنت مجرد خرونج اللي هو يا أنت عارف أنت أنت خرونج محطوط على البتاع وإحنا هنعمل كل حاجة وناخد فلوسنا ونسيب لك نسبة وإنت ابننا وهنضمنك مين هيضمنك توادرس توادرس الموضوع أكبر من اللحمة توادرس زي دعابة مني الشركة خدت شهادة الحلال من غير ما يكون لها علاقة بالحلال عشان تقولي البضاعة اللي رايحها مصر حلال ولا مش حلال الموضوع أكبر من كده لما دورنا في حكاية السيناتور الأمريكي لقناه أنه من سنتين حصل احتفاق كبير جداً بزيارته لمصر واستقبله دليل مصر شخصياً ورئيس المخابرات استقبله السيناتور اللي بيتحقق معه ده اللي أمريكا مضيقة عليه الخناق أنه هو الوسيط في قصة اللحمة الحلال يخرب بيوتكم حتى كل شيء حلال غمستوه في هرأكم استقبلوا شخصياً عن فتاح السيسي ورئيس مخابراته ده اللي أعلنوا التلفزيون المصري وقتها عبدالفتاح السيسي السيناتور روبرت ميناندز اللجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة حسابة وتصرحات حب غير عادية للسيد ميندينيس غير عادية بهذا النائب والمعنى كان في بطن الشاعر أو في بطن الجموسة الحلال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسيد ميناندز في زيارته للقاهرة مشيراً سيادته إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنصيق والتشاور بين البلدين الصديقين إذا أمختلف القضايا ده جزء مهم جداً واتنشر عن اللقاء طبعاً في كل مكان استقبال انت عايز مين وعبس والسيسي كل مكان يستقبل رئيس لنجد حالي خارجية وقعد للنسان المتوسط سد النهضة برضو يا خلبوس سد النهضة ولا لحمة النهضة مصر ركيزة الأمن والاستقرار في الشق الأوسط طبعاً يا مين دينينز طبعاً يا حبيب قلبي طبعاً طبعاً ومين يكون ركيزها؟ طبعاً مرتبطة بإيه تلك الزيارة بقضية الرشاوة بفلوس الشعب لقطات وعلاقات وانحرافات ورشاوة واللي انت عايز تقول ساتو أمريكي لما دورنا وراه كان واحد من المعارضين القلاق من المعارضين القليلين جداً في الكونجرس اللي وقفوا قدام القرار الأمريكي لتقليل الدعم العسكري للجيش المصري بسبب أوضح حقوق الإنسان اللي صدرت في تقرير في أكتوبر اللي فات يعني كان فيه شبه إجماع على تقليل المساعدة للجيش المصري وميندنينز ده من الناس القليلة جداً اللي وقفت قدام هذا القرار وده ليه حباً في مصر شرب مني لها يا أخي شرب مني لها يا أخوي وكلم اللي لحبتها الحلال اللي هو مدين لها الختمة في أمريكا ميندنينز كان استثناء مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة منع بيط بيع طائرات عسكرية المصر بملياري دولار تراجع مجلس الشيوخ عن محاولة إلغاء صفقة قيمة لبيع طائرات شحنة عسكرية المصر على الخلفية سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان أطلق السيسي صراح بعض السجناء السياسيين منذ أن حجبت الأمريكا التمويل لأول مرة في الخريف ومع ذلك قامت حكومته بقمع المعارضين السياسيين في السنوات الأخيرة ودفع افتقار مصر للتقدم في تحسين حقوق الإنسان بلينكل لمواصلة حجب الأموال ميندنينز والسيناتور الجمهوري في لجنة العقاة الخارجية معه جيم ريش قاد المعارضة لوقف إمداد مصر بالسلاح دفع عن مصر أكثر من إندفتيكست قال لك لا كلا والبتة مصر لازم تحصل على كل اللي عايزها طب حقوق الإنسان يا ميندنينز قال لك ولا حقوق إنسان ولا حيوان ما تكلمونيش بالعبد ده واشتكى كل من السيرتون من أن قرار رفع الحضر يقع خارج إطار المهلق قانونية البالغة قابد وبيعمل بالقرشين اللي قابدهم دفع باستمات لما دورنا وراء ميندنينز بردو بالزيادة كان قضد الإخوان لكنه كان بيعلن بعد الانقلاب إنه لازم يتضغط على العسكر في مصر عن طريق المعاونة لتسليم مصر لحكم مدني فمصر ترجيته مخابرات عندنا في الشراء ترجيته يعني حطته ترجيت إنه هو تشتريه عشان تسكته يابني كل فلوس الإمارات وفلوس الشعب يابني دينغي قلتلك اللي اتدفع من أجل تثبيت هذا الانقلاب لم يدفع في التاريخ ميندنينز كان رافض قالك لازم نضغط بالمعاونة عشان بعد الانقلاب آه تجاوز موضوع الانقلاب على الإخوان لكن قالك لازم مصر يبيع حكم مدني ولازم نضغط بالمعاونة دا كان في البداية تساك له لعيب من زمان تعارب بيرمي بياده عشان المصريين يدفعوا دا كان رأي ميندنينز ان مصر يتحتاج للجميع عشان تقوم وان الجيش لازم يسلم السلطة للمدنيين فهي او ما رأيي فهي او ما رأيي بعض الشيخ لديك شده وان الجميع ولهن المستخدم لناضج لنستخدم انه ينضغط لم يعدل ما يحدث لنستخدم نستخدم تغيبات تشعبات خمانة إذا كن يمت تتأكد فإنه كل ده تلاحس وأصبح من أكبر المدافعين عن العصابة المجرمة في مصر لما بقى وسيط في اللحمة الحلال وتحين وتزبط ويتم التحقيق معاه في أمريكا الآن ويتم تضييق الخناق للوصول للحقيقة في موضوع تلك الرشاوي وتلك الصفقة التي يشبها الفساد واللي استخدم فيها حنة اللي الراجل اللي اعترف لنيويورك تايمز أنه مرهوش أي خبرات لكن مصر هي تعمل كل حاجة وهو ياخد تلك الشركة هذا اللحمة الحلال كانت مشرفة عليها شركات قبل كده لكن كل حاجة تسحبت عشان اللي بيحصل إيه إنه الحرمية الأدام بيستبدلوا بالحرمية الجداد فالحرمية الجداد الحرمية الأدام يعني مثلا شركات مثلا أنا مش قصدي على الواقع دي تحديد شركات اللحمة الحلالة اللي كانت في أمريكا قبل كده مزمبطة مع عصابة مبارك ومع الوزراء بتوع مبارك ومع المسؤولين في حكومة مبارك ومع مبارك فجاية بتاع جديدة فاحنا عايزين يزبطوا معينا عشان إحنا اللي نقبط ده اللي بيحصل في البلاد البزراميت اللي لا ليه حسابات ولا ليه ميزانية وكلها سنديق وكلها خرام وكل خرم أكبر من كده لمؤخص رشاوة وتفريط في مقدرات الشعب نيل غاز تيران وصنافير كل ده ليه عشان العسكر يحكم وكل من فلوس الشعب اللي أوضاعه اقتصادية عنيفة صراحة صحف عالمية كتير بتتحدث عن تلك الفضيحة الكبيرة اللي ريحتها جابت الأفاق دلوقتي إعلام أسباني بولومبرج كله 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 بيتحدث عن فضيحة ميندينينز يشير تبقى تقرير شبكة نيويورك نيويورك لأن مكتب تحقيق الفيدرالي يحقق فيما إذا كانت شركة IC EG حلال ومقران يوجيرسي الولاية التي يمثلها السينتور ميندينينز قد قدمت له هدايا مقابل خدمات سياسية وإيدا هم بيدلعوا برضو الكلام عندهم هدايا وكده ميندينينز يواجه تحقيقا دي بولومبرج يأتي التحقيق الجديد بعد خمس سنوات من انتهاء محاكمة بتهم الفساد الفيدرالية ريحته فيحة من زمان ميندينينز وأطلقت الحكومة المصرية فجأة سبع شركات قديمة في جميع أنحاء العالم أطلقت الجميع دي ترجمة مش مقصودة هو فسخت العقد يعني قصدهم أن كان فيه سبع شركات في جميع أنحاء العالم بتورد للحكومة المصرية اللحمة الحلال مصر وقفت التعامل مع كل تلك الشركات لصالح شركة ايجي ووتر وهي شركة يوديلها رجل مسيحي قليل الخبرة في إصدار الشهادات الإسلامية لواردات وصدرات اللحوم الدولية هتقول لي لغينا السبع شركات ليه عشان فشله لا عشان فيه حرامية جدد قطة سمان جديدة لازم تسمن فتستبدل بشركات جديدة عشان نقدر كلنا ناكل مهلبية بالزبيب ومهم جدا الزبيب ويكون فيه رشة جوز هندي كده عشان والناس القديمة دول كفاية عليهم كده